نجلة وآمل استقالات وإقالات في تيار المستقبل اللبناني هل تصلح هذه الإجراءات؟ ما أفسدته الانتخابات؟ أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج للخبر بقية ما تزال سلسلة الإقالات التي اتخذها سعد الحريري بحق العديد من المسؤولين والكوادر في تيار المستقبل مثار جدل داخل الأوساط الحزبية والسياسية نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم تنزل بالضرورة بردا وسلاما على الحريري الذي كان قد دخل قبل أشهر مختارا بحسب بعضهم ومجبرا بحسب آخرين في مغامرة سياسية تضمنت استقالة عن بعد سرعان ما عدل عنها الحريري فأي مستقبل ينتظر تيار المستقبل في لبنان؟ نفتح النقاش بعد التقرير تيار المستقبل ليس بخير ليست نتائج الانتخابات وحدها السبب ربما السبب أبعد من ذلك وهو ما جعل التيار يخسر في الاستحقاق الأخير ولأن التيار ليس بخير قرر زعيمه إجراء ما يلزم بيانات في عطلة نهاية الأسبوع أعلنت جملة إقالات داخل التيار شملت مسؤول هيئة الانتخابات ومدير مكتبه كما حل عددا من المنصقيات من بينها منصقية العاصمة المحاسبة التنظيمية ومحاسبة داخلية ليست بالضرورة ليست بالضرورة أن توضع على خشبة المسرح الحياة اليومية للناس عموما هذه المحاسبة ترتبت على نتائج الانتخابات وعلى خلل في عمل المكنة الانتخابية طبعا أي خلل مثل أي نجاح هناك مسؤول عن النجاح هناك مسؤول عن الخلل ما لجأ إليه الرئيس هو تدابير في إطار العمل التنظيمي التيار المستقبل متاح له أن يتخذ ما يراه من تدابير ولعل صفعة الأقوى هي تلك التي وجهت لنادر الحريري مدير مكتب الزعيم السني الأول في لبنان الرجل الأقوى في محيط الحريري والمعروف بعلاقته الودية جدا مع جبران باتيل وزير الخارجية اللبنانية وزعيم التيار الوطني الحر ويذهب البعض إلى حد القول أن ندر الحريري هو عراب التقارب بين المستقبل والتيار الحر وأبرز المرحبين بترشيح ميشيل عون لرئاسة الجمهورية رسمت عليه علامة استفهم كتير كبيرة وقت أزمة الرئيس الحريري السقال بالسعودية وعلى علاقة السعودية ونظرة السعودية لإله وبالتالي لا يمكن فصل استقالته عن أنا برأيي عن البعد السعودي أكتر مما هو عن البعد المحلي كان فيه توقيت زكي بالاستقال مع الورش الكبير اللبنشة الرئيس الحريري لم حاسبت مقصرين في طياره الحريري الذي كان قد أقصى عددا من مقربيه منذ عودته عن استقالته نهاية العام الماضي بسبب رفضهم لسياسة نادر الحريري ومسايرة التيار الحر ومن خلفه حزب الله ها هو اليوم يقيل من كانوا عن قصد أو غير قصد مشاركين في عمليات الإقصاء هذه لكن الأسئلة لا تزال كثيرة ولعل أبرزها هو عن مصير العلاقة مع التيار الحر وعن السياسة التي سيعتمدها الحريري بعد سنوات من المهادنة مع حزب الله ومن هم تحت عباءة الحزب جويس الحشخوري التلفزيون العربي بيروت معنا من بيروت كل من عبدالله بارودي رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لتيار المستقبل ودكتورة ليلى أولى الرحباني أستاذة العلاقات الدولية سيد بارودي ما الذي يشهده تيار المستقبل ورشة محاسبة أم انقلاب أبيض طبعا لا أول شيء مصر خير لك وضيفتك ولكن للمشاهدين لا بالتأكيد اليوم ما يحصل ليس بانقلاب أبيض هو محطة مهمة جدا عملية إصلاحية بكل ما يكلم معنا بعد انتهاء الانتخابات النيابية وبالتالي صدور النتائج وما أصفرت عنهم النتائج اليوم على الجميع أن يتحمل مسؤولياته كأي حزب قد يكون في لبنان وتحديدا وفي عالمنا العربي عموما لم نتعود كثيرا على سلوب المحاسبة والمحاسبة الداخلية أو من خلال النظام الداخلي لأي حزب أو لأي تيار ما يقوم به اليوم تيار المستقبل هي تجربة أعتقد أنها ستكون تجربة فريدة من نواعها ستكون مثال يحتزى بالنسبة لباقي الأحزاب في لبنان من تقصر في مسؤولياته من قصر في واجباته خلال الانتخابات النيابية اليوم عليه أن يحاسب ويتحمل المسؤولية وهو ما يجري اليوم دكتورة ليلى لماذا كل هذه الاستفهامات والأسئلة بشأن ما يقوم به سعد الحريري أليس طبيعيا أن يقوم كل حزب تراجع أو خسر أو فقد بعض الأنصار بعمليات محاسبة كما يفعل تحديدا سعد الحريري مساء الخير نعم بالتأكيد بالعكس أعتقد أن ما قام به الرئيس سعد الحريري هو ما يجب أن تقوم به المؤسسات بشكل عام يعني المؤسسة الحزبية لا يمكن أن تستمر في حالة تقصير وفي حالة فساد خاصة بأنه يترتب على هذا الفساد وعلى هذا التقصير يترتب عليه نتائج سياسية كبيرة بالنسبة لتيار المستقبل أتصور أن هذا العمل المؤسساتي هو بالتحديد ما كان يجب أن يقوم به الحريري في وقت سابق خاصة من بعد أزمته في المملكة العربية السعودية ولكن الرأي تأخر أو الإجراءات تأخرت لبعض الانتخابات على أساس أنه لم يكن من الطبيعي أن يقوم تيار المستقبل بكل هذه النفضة الداخلية إذا صح التعبير قبل الانتخابات النيابية لأنها قد يقال أنها سببت خسارته نعم سيد بارودي هذه نقطة مهمة البعض يقول أن ما يجري حاليا في تيار المستقبل ليس وثيق الصلة بالانتخابات تحديدا وما وصف بتراجع تيار المستقبل وإنما يعود كما قال الدكتورة ليلى إلى أزمة الحريري في السعودية أواخر العام الماضي هذا الأمر طبعا أكيد مبالغ فيه تعرف بلبنان دائما هناك عملية الاجتهادات والبحث دائما في التحليلات عن أي أمر مالي لتكبيره وإعطائه حجما أكبر من حجمه اليوم ما حصل كان أصدر رئيس الحريري في خطابه خلال العملية الانتخابية أو قبل الانتخابات النيابية كان واضحا حين قال أن ما ترونه اليوم هو سعد الحريري نسخة 2018 كما قالها أبديت وهو يختلف عن سعد الحريري السابق البعض قد ظن للوهلة الأولى أن رئيس الحريري قال هذا الكلام في معرض الدعابة أو مجرد نكتة إذا صح القول ولكن الحقيقة ما قام به الرئيس الحريري خلال يومين الماضيين يثبت بالفعل أن رئيس الحريري وضع نكتة على السطر وبالتالي لا يمكننا اليوم أن نقارن بين ما حصل في المملكة العربية السعودية ما جرى في المملكة العربية السعودية وتداعياته مختلف تماما عن ما حصل اليوم ما حصل اليوم هو بحث أمر سياسي تنظيمي داخلي لتيار المستقبل هناك مكنة انتخابية ومنسقيات في المناطق قصرت في بعض الأمور الانتخابية ولولا هذا التقصير لكان قد يكون عدد كتلة نواب المستقبل اليوم حقا سيد عبدالله بارودي حقا المشكلة فقط في تقصير الماكينات الانتخابية سأسألك عن هذا الموضوع بعد قليل دكتورة ليلى هل الأمر فعلا كذلك مستقل عن أي ذيول لأزمة احتجاز الحريري في الرياض فقط عملية انتخابية وتقصير وتراجع لتيار المستقبل بالتأكيد كان هناك تقصير للمكينات الانتخابية نحن نعرف أن كتلة الرئيس السعد الحريري قد تراجعت بشكل كبير يعني إذا أردنا أن نقول بأنها تراجعت حوالي 13 مقعدا ف8 منها بسبب القانون الانتخابي وهذا طبيعي يعني القانون النسبي لا يسمح باجتياح مناطق كاملة بأكملها أو أخذ كل المقاعد ولكن على الأقل كان هناك خمس أو ست مقاعد كانت تستطيع المكينات الانتخابية ببعض الجهد الإضافي وبعض التنظيم الإضافي كانت تستطيع أن تحصله ولكن يتحمل الرئيس سعد الحريري أيضا مسؤولي في هذا الموضوع باختيار الأشخاص الذين كانوا مرغوبين نحن نعرف أن الأمر انسحب على كل لبنان الوجوه التي سائم منها اللبنانيون والوجوه التي بشكل أساسي كانت غير مرغوبة من قبل اللبنانيين نلاحظ أن المواطنين اللبنانيين قد عاقبوها في هذه الانتخابات وعاقبوا الأحزاب بأنهم لم يصوتوا لها وهذا بعتقد شيء طبيعي وحقيقي خاصة أن نسبة الاقتراع كانت متدنية وهذه نسبة الاقتراع هذه قد أثرت على جميع الأحزاب وليس فقط على تيار الرئيس سعد الحريري سيد بارودي بالعودة إلى السؤال الذي كنت سأطرحه عليه هل المشكلة في الانتخابات في الماكينات الانتخابية نادر الحريري منسقية هذه المنطقة أو تلك أم لا هي المشكلة أعمق من ذلك بكثير ليست في الشخص وإنما في النهج الذي يتبناه الرئيس الحريري وأنه كما يقول كثيرون لم يعد يمثل الحالة السنية في لبنان هذا سؤال جدا مهم لو سمحت أتعطيني وقت كيف للإجابة عليه حتى يفهم تماما الرأي العام ماذا سأقول أنا أولا أود أن أشير إلى ما قالته ضيفتك هو كلام مئة بالمئة صحيح بالنسبة لموضوع القانون يعني هذا القانون اليوم صحيح أن كتلة المستقبل تراجع عددها من 31 أو 32 نائب إلى اليوم 2021 نائب ولكن هذا الأمر أساسي باعتبار أن القانون النسبي يعني يفرض عليك أن تخسر عددا يقدر كما قالت بثمانية مقاعد وهو ما قدرناه نحن بهذا الموضوع أن هناك سمانة مقاعد ستخسرهم حكما أما البيئات الأخرى للأسف لا يمكن أن تخسر أو لا تخسر مقاعدها لأنها ليس لديها أي ديمقراطية وهنا أقصد تماما البيئة الشيعية الخاصة بحزب الله وحركة أمل في حين أن البيئة السونية مفتوحة على كل الاحتمالات هناك عملية انتخابية بكل من الكلمة معنا وبالتالي سمانة مقاعد كان حكما سنخسرهم الفرق اليوم بين ما حققناه وما كنا نصب إليه هو بين أربعة إلى خمس مقاعد فقط لا غير أما أن يقال بأن الرئيس الحريري خسر شارعه السني هذا الكلام غير صحيح تماما اليوم الرئيس الحريري لا يزال يملك حوالي سبعين بالمئة من المقاعد السنية هو يملك اليوم في كتلته سبع عشر مقاعد سني من أصل سبع وعشرين مقاعد وبالتالي هو رئيس أكبر كتلة نيابية رغم خسارة هذه الأربع أو خمس مقاعد هو اليوم لا يزال رئيس أكبر كتلة نيابية وليس سنية رئيس أكبر كتلة نيابية في لبنان ورئيس أيضا أكبر كتلة سنية في لبنان وبالتالي كرست الجمهور وهو ما يناقض ما سألتني به لا الجمهور اللبناني واعي تماما بأن الرئيس الحريري يريد مصلحته يريد استقرار البلد ولا يهمه الشعبوية بما كان يقوله بعض الأطراف في البلد وبالتالي أعطوه للرئيس الحريري الزعامة وجددوا له الزعامة الوقتية خسر مقاعده لأن هناك نظاما نسبيا وليس نظاما أكثريا بالنسبة لقانون الانتخابات وأما المقاعد التي قلنا عنها وحددناها أنا وزميلتي معك بأربع أو خمس مقاعد فهي نعم أتت هذا التقصير نتيجة خلل في بعض المكينات في المكينة الانتخابية وخلل في بعض المنصقيات في بعض المناطق بالنسبة لبعض المرشحين الأمر اللافت أن من كان بعض الأسماء الذي تم الاعتلاد عليها وجرى تضخيم الموضوع وباعتبارهم وديعة سورية وما إلى هناك نجحوا في الانتخابات دون أن أسكر أسماء ضيفتك تعلم تماما أن هناك بعض الأسماء التي جرى الكلام عنها نجحوا في الانتخابات وبأرقام عالية أيضا في الانتخابات النيابية وبالتالي هذا دليل آخر على أن الجمهور لم يخالف الرئيس سعد الحريري هناك نقطة أيضا اسمح لي أذهب إلى الدكتورة ليلة وسعوت إليك يا عبد الله لو سمحت لي هي أمر مهم جدا موضوع الأستاذ نادر الحريري أنت أدخلته كأنه من ضمن الخسائر أو من ضمن نتيجة خسارتنا الانتخابات النيابية موضوع مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري أيضا هو أمر مختلف تماما سأسألك عنه بعد قليل سأسألك عنه بعد قليل بخصوص علاقتكم علاقتكم مع تيار الوطن الحر دكتورة ليلة هل يمكن القول أن الحالة الحريرية إذا صح التعبير ما تزال على وضعها وقوتها في الشارع السني أم أن من يشكك غير محق في ذلك لا نستطيع أن نقول أن الحالة الحريرية ما زالت كما كانت عليه بعد 2005 بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري أو بالزخم الذي كانت به خلال فترة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولكن اسمح لي أن أقول أن أجيب فقط على موضوع أنه الخطاب السياسي لتيار المستقبل نحن لاحظنا أن المطالبين بخطاب أكثر شدة أو كما ذكر التقرير بأن الخطاب الأكثر شدة نحو حزب الله نحن نعرف أن أشرف ريفي كان متبنيا لهذا الخطاب وبالتالي لم ينجح في الانتخابات ولم يحصل أي كتلة لذلك أنا لا أعتقد أن الموضوع هو أن الناس كانت تطلب خطابا متشنجا أكثر من الرئيس سعد الحريري أو أن يكون خطابا مذهبيا أكثر أعتقد أن ما هو مطلوب اليوم من الرئيس سعد الحريري هو الانخراط في مكافحة الفساد نحن نعرف أن البيئات كلها فيها فساد ليس فقط في الأحزاب ولكن أيضا في الشخصيات التي تمثل الأحزاب بشكل عام وكان هناك الكثير من الحديث عن شخصيات مرتبطة بتيار المستقبل والتي كانت حاكمة في الوقت السابق وارتبط اسمها بملفات كبرى أنا أتصور أن الرئيس سعد الحريري اليوم عليه أن يظهر بأنه رجل دولة مسؤول كما يقيم محاسبة في تيار المستقبل عليه أيضا أن يقيم محاسبة مساءلة للأشخاص المحسوبين عليه وللوزراء المحسوبين عليه في الدولة اللبنانية وعند ذلك أنا أعتقد أنه بعد أربع سنوات سوف يحصل على تفويد ليس فقط من الشارع السني بل من الشارع اللبناني بشكله سيد عبدالله بارودي بالعودة لموضوع النادر الحريري كثيرون في الصحافة اللبنانية ربطوا استقالته أو إقالته وسميها ماشيت بمطلب سعودي كون هذا الرجل كان عرابا أو مهندسا للتقارب مع التيار الوطني الحر الصفقة التي أدت إلى وصول ميشيل عون إلى قصرب عبده ما رأيك؟ عود وأكرر بأن موضوع استقالة السيد نادر الحريري لا يست لها أي علاقة بالانتخابات النيابية السيد نادر الحريري منذ فترة كان يلمح بأنه سيبتعد نوعا ما عن العمل السياسي أنه تعب نوعا ما وبالتالي الأمر ليس مطروحا كباقي القرارات ليس مطلبا سعوديا؟ من الرئيس الحريري لا لا ليس مطلبا سعوديا بالتأكيد هو أمر خاص بين الرئيس سعد الحريري جرى اتفاق عليه بينه وبين مدير مكتبه السيد نادر الحريري والعلاقة هناك الكثيرين لا يعلمون عمق العلاقة التي تجمع الرئيس سعد الحريري والسيد نادر الحريري والعائلة آل الحريري عموما وللتكوم من عمته طبعا السيدة بهية وعمه السيد شفيق وكل أفراد العائلة ما تجمعهم بالرئيس الحريري علاقة قربة قوية جدا وعلاقة عاطفية قوية جدا والرئيس سعد الحريري يعلم تماما مدى إخلاص وصدقية هذه العائلة كل أفراد العائلة معه وبالتالي لا أحد يتصور أن ما قام به نادر الحريري هو مطلب لرئيس سعد الحريري ما قام به نادر الحريري هو قام به على الصعيد الشخصي على الصعيد الخاص يترك له الوقت والتوقيت المناسب والحرية الكاملة في شرح ملابساته في شرح ظروفه لو أراد ذلك اليوم ما يعنينا بأن السيد نادر الحريري قدم استقالته إلى الرئيس سعد الحريري الذي قابلها وشكره على كل جهود التي قام بها أما الأمور الأخرى التي تتعلق هناك قرارات واضحة من الرئيس الحريري بشخصيات معينة بمنصقيات بقطاعات وبالتالي هذا الأمر يختلف تماما عن موضوعنا ذلك الحريري ملاحظة صغيرة بعشر سواني لو سمحت لي هناك ملاحظة صغيرة على ما أدلت به ضيفتك بأن الزخم الشعبي للرئيس سعد الحريري اختلف عن السابق أنا أعتقد بأن الزخم الشعبي أصبح اليوم أقوى مع الرئيس سعد الحريري وما جعل الرئيس سعد الحريري يقوم بهذه المبادرة ويتخذ مثل هذه القرارات هو أن وجد أن الناس تحبه وأن الناس تتزال معه ولكنها تطالبه بأن يكون أكثر سرامة من جهة محاسبة هو قال في تغريدته يا عبد الله هو قال إن الناس أرسلت له رسالة عبر الانتخابات وهو فهم الرسالة دكتورة ليلى هذه التغيرات وعلى فكرة هذا الأمر ليس بجديد حصل هذا الأمر في الانتخابات البلدية حين وقف الرئيس سعد الحريري وقال للناس لقد أنا أتفهم خصوصا في مدينة طرابلس حين خسر تحالف الرئيس الحريري والرئيس بياتي مقابل الوزيري في يومها قال للناس أنا أفهم تماما مطلبكم أنا أفهم هذه الخسارة التي بنيت بها وسأستجيب لها نعم وأنا على استعداد أن أتقبلها الفكرة واضحة يا عبد الله وسأعمل على إصلاح الأمر نعم دكتورة ليلى هذه الإصلاحات النفضة الإنقلاب سميه ما شئتي الذي يشهده تيار المستقبل هل يجعله في وضع أضعف أم أقوى والآن هناك تحالفات تتشكل بانتظار الحكومة اللبنانية الجديدة يعني بخصوص شخص سعد الحريري أنا أتصور أن هناك سوف يكون من السهل على الرئيس سعد الحريري أن يكون رئيسا للحكومة ولكن بالتأكيد إذا كان هناك كتلة من 30 نائبا مع الرئيس سعد الحريري سوف يكون له هامش أكبر من المناورة مع الشركاء في الوطن أكثر من حالة التيار المستقبل اليوم الرئيس سعد الحريري اليوم سوف يدخل إلى رئاسة الحكومة اللبنانية ولكن سوف يحاول الأفريقاء الذين هم أقوى منه نيابيا أن يفرضوا بعض الشروط ولكن بشكل أساسي في لبنان نحن ندور الزوايا ولن يكون هناك كما يقال في اللبنان كسر الجرة في هذا الموضوع وسوف يكون هناك بيانا وزاريا مقبولا من جميع الأطراف أسمح لي فقط أن أقول عن دور السعودية أنا أتصور أن الرئيس سعد الحريري إذا كان صحيح أن إقالة نادر الحريري أو استقالة نادر الحريري كانت مطلبا سعوديا أنا أعتقد أن الاستقالة هي تخفيف من أجواء التشنج التي طرأت من بعد الأزمة التي مر بها الرئيس الحريري مع السعودي خلال الفترة يعني خلال فترة استقالته والعودة عنها ولكن نحن لاحظنا في لبنان أن رجل السعودية الأول في لبنان كان في هذه الانتخابات لم يكن سعد الحريري ولكن كان بالتحديد سمير جعجع بدليل أن السفراء الإماراتي والسعودي أتوا وباركوا لسمير جعجع في اليوم التالي للانتخابات وكان واضحا أن هناك مالا قد تحصل عليه القوات اللبنانية بينما لم يكن هذا الموضوع وهذه العناية من قبل السعودي لتيار الرئيس سعد الحريري ولذلك أنا أتصور أن هذه الإقالة إذا كانت صحيحة فهي نوع من التقرب للرئيس سعد الحريري وليست مطلبا سعوديا عبد الله إلى أين سيمضي سعد الحريري في تحالفاته المقبلة لأن هناك يبدو الآن يتشكل تحالف بين جومبلاط جعجع وحتى نبيه بري في أي اتجاه سيكون سعد الحريري سيصر على العلاقة مع ميشيل عون والتيار الوطني الحر؟ أبل إيجابتك بس بدي أقول طبعا أنا غير موافق تماما على ما أدلت به ضيفتك بما يتعلق بالعلاقة بين السعودية والرئيس الحريري وبأن ما قام به الرئيس الحريري هو لإرضاء المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالسيد ناد الحريري على كل ما ليس هناك أعتقد وقت لمناقشة هذا الموضوع بما يتعلق بسؤالك الرئيس الحريري قالها بصراحة بأن علاقته مع رئيس الجمهورية هي علاقة استراتيجية وستطبقة والهدف منها المحافظة على كل الإنجازات التي تحققت في السابق وأهمها المحافظة على استقرار البلد في استقرار لبنان في ظل الحرائق المشتعلة في المنطقة والآن منذ خمس دقائق يلطى استقبل الرئيس سعد الحريف في منزله في دارته في بيت الوسط على بعد أنطار من هنا برئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سامير جعجع هذا اللقاء المنتظر هذا اللقاء الذي الكثيرين تساءلوا لماذا لم يعقد لغاية اللحظة رغم كل الكلام الذي كنا نقوله عن العلاقة أيضا الجيدة مع القوات اللبنانية كان الجميع يسأل لماذا لم يعقد لغاية اليوم اللقاء بين الرجلين اليوم عقد هذا اللقاء وهو قائم حاليا وأنا أكلمك على الهواء في بيت الوسط هناك لقاء بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامير جعجع وهذا يؤكد بأن الرئيس الحريري علاقته بجميع الأطراف علاقة جيدة ليست جيدة مع وليد جومبلاط كانت فيها طلعات خلينا نقول فيها طلعات ونزلت ولكنها على الصعيد الاستراتيجي الحزب التقدمي الاشتراقي أعتقد أنه تمسك بحلفه وبعلاقته مع الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل وأيضا طيار المستقبل هو يريد هذه العلاقة حصل تباينات وكانت تحصل دائما هذا الأمر وهذا أمر معتاد كما حصلت مع القوات اللبنانية وبالتالي كل العلاقة مع مختلف الأطراف حتى مع الرئيس نبيه بره هي علاقة جيدة نحن علاقتنا يمكن هي فقط العلاقة التي فيها علامات استفام ونحن ضد ما يقوم به الحزب الوحيد في لبنان هو حزب الله على مختلف الصعود إن كان داخليا بموضوع سلاحه وإن كان مشاركته في الحرب السورية وتدخله في شؤون الدول العربية أما باقي الأحزاب اللبنانية فنحن على علاقة جيدة معها أعتقد بالنسبة لموضوع رئيس الحكومة طبعا الرئيس سعد الحريري هو المرشح الأوفر حظا لترأس الحكومة باعتبار أنه كما قلت هو رئيس أكبر كتلة نيابية ورئيس أكبر كتلة سنية ورئيس الحكومة هو سنيت بطبيعة الحال أما إن كان هناك طرف تكتل في مواجهته أيضا يستطيع الرئيس الحريري أن يقوم بتكتل يوازي وقد يجاوز التكتل الذي سيكون في مقابله ولكن أعتقد أن يبدو من الواضح أن كل الأطراف اللبنانية تريد الحفاظ عبد الله وصلت الفكرة ليس لدي وقت إلا لسؤال أخير وباختصار شديد دكتورة ليلى سيتجاوز سعد الحريري هذه المرحلة الصعبة داخل تيار المستقبل؟ نعم أعتقد أن الرئيس الحريري سوف يتجاوز هذه المرحلة كل ما يقوم به اليوم أعتقد أنه يهدف إلى التقارب مع المملكة العربية السعودية سيعود الرئيس الحريري إلى الحكومة اللبنانية ولكن بطبيعة الحال علاقته مع رئيس الجمهورية هي لمصلحة البلد ولمصلحة الرئيس الحريري أيضا لذلك لن يتخلى عنها وهذه التسوية التي تتهم بأنها السبب وراء تراجع تيار المستقبل أعتقد أن تيار المستقبل بالعكس استفاد أيضا من هذه التسوية التي حصلت وإذا كان هناك من شيء فاستقرار لبنان هو أهم شيء شكرا جزيلا دكتورة ليلى أولى الرحبان لأستاذة العلاقات الدولية كما أشكر عبدالله بارودي رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لتيار المستقبل كان معنا من مدينة بيروت وشكرا دائم لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا غدا حلقة أخرى من برنامج للخبر بقية فكونوا بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا